ام حمد من الامارات تقول ما الذي ارشد بلال رضي الله عنه الى صلاة ركعتين بعد الوضوء هل صلىهن احد من قبله اختي ام حمد بارك الله فيك هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لبلال يا بلال اخبرني بارجع عمل كنت تعمله فاني سمعت الدفن عليك بين يدي في الجنة وفي رواية خشخشة عليك بين يدي في الجنة فقال يا رسول الله ما توضأت وضوان الا وعقبت بركعتين وبلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه انما كان يصلي هاتين ركعتين لان النبي عليه الصلاة والسلام سنهما فهو لم يأتي بهما من عند رأسه من عند نفسه لا وانما حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه لما جاء وجلس يتوضأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فبلال ابن رباح انما واضب على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى ولذلك يعني سنة الوضوء هذه ليس من شأها اجتهاد بلال بلال ما اجتهاد فيهان رضي الله عنه وانما بلال واضب على ركعتين الوضوء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام قال من صلى من توضأ نحو وضوء هذا وضوء فيه اسباغ كما وصفه عثمان ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه بارك الله فيك يوم حمد